رواندا على موعد مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كيغالي العاصمة الأنظف على المستوى الإفريقي والأكثر أمناً مراكز الاقتراع فتحت أبوابها باكراً أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المزدوجة ودعيا للانتخابات التشريعية نحو عشرة ملايين ناخب رواندي من أصل ساكنة تقدر بنحو ثلاثة عشر مليون ونصف المليون نسمة لاختيار رئيس للبلاد وفي السباق الرئاسي يواجه الرئيس المنتهي ولايته بول كاغامي كلاً من فرانك هابينيزا زعيم الحزب الديمقراطي الأخضر المعارض وفيليب بايمانا المنافسين الذين سبق له أن تفوق عليهما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على أزيد من تسعين في المئة من مجموع الأصوات وتشهد الانتخابات التشريعية منافسة نحو خمسمائة مرشح للفوز بثلاثة وخمسين مقعداً برلمانياً من أصل ثمانين مقعداً وتخصص المقاعد السبعة وعشرون المتبقية في البرلمان للمرشحين المستقلين حيث تنتخب أربعة وعشرون امرأة من أعضاء المجالس البلدية والإقليمية ونائبان شابان عن المجلس الوطني للشباب وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتصدر رواندا على المستوى العالمي مشاركة النساء في البرلمان بنسبة تجاوزت ستين في المئة لتكون المرأة الرواندية نموذجاً عالمياً متميزاً على المستوى الدولي خصوصية جعلت رواندا التي استفادت الدروس والعبر من الحرب الأهلية المريرة تتبوأ مراتب متقدمة على مستوى التنمية الاقتصادية